يا مساء الخير يا مساء السعادة يا مساء الفرح والحب والأمال والبكرة أحلى إن شاء الله فزل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي بنقول إن الظروف الدنيا جات لنا حالة اكتئاب الناس اللي عادة في البيت دي أكيد اتجاه الاكتئاب والناس اللي في الشرع مضيانها أعياد أعيدي جدا أنا شايفة اتجاهين مختلفين خالص الصراحة اللي في البيت خلاص حاسس إن الموت قرب واللي في الشرع بيحضر للعيد ده مجتمعنا نقسم إلى نصفين طبعا اللي في البيت ده المظلومين جدا طيب إحنا النهاردة هنتكلم في إيه وموضوعنا إيه اللي بتربع العرش العالم وليس على مصر بس موضوعنا هو الكورونا تقريبا يا جماعة إحنا بينا نتكلم في موضوع الكورونا ده صبح وظهر وليل ومغرب وعصر أنا بقيت بنيم واصحة بالكورونا يعني أنا حاسة لما تيجي تمشي الكورونا هتوحشني يعني إيه ده إحنا وصلنا بمرحلة بجد عايشين جواها إحنا وصلنا بمرحلة عايشين جواها طيب أنا بالنسبة لما بنزل دلوقتي بلاقي الناس في الشارع مفيش أي حاجة يا جماعة صدقوني مفيه حاجة مفيش كورونا دي كورونا لو هتشوفنا يجيها جلطة صدقوني المنظر تحت عادي جدا الـ ATM زحمة عليه ناس بالتوابير السوبر ماركت الحلو بقى أن أنا مؤخرا لما جيت هروح السوبر ماركت كان قبل كده في السوبر ماركت بيعملوا إيه كان السراحة وقفين بالجلافز والدولة الجلافز ولازم تلبسوا قبل ما تدخل السوبر ماركت لأ مع المستجدات اللي حصلت بقى إحنا خلاص عدنا المرحلة دي إحنا الجلافز ده في طبق عايز تاخد تاخد ما تاخدش أنت حر يعني أنت وضميرك يعني ومحدش كان بياخد محدش كان بياخد أنا داخل السوبر ماركت ببص على قدين كل الناس صدقوني مفيه حد لابس غير واحد للأمانة شفتوا لابس فردة كان بيختار بيها الباية ما حدش لابس حاجة وزحمة وطبعا كل سنة متوطيبين الناس بتجيب يميش رمضان وبتجيب حاجة رمضان فالناس بتشتريها حاجات كتيرة جدا طب ما احنا كده معاملاتنا شكلها إيه؟ كتير بنحط وبناخد وبنشتري وبنتنفس وبزحمة أنا بشوف زحمة 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 بجد طبعا أنا مش عارف أقول إيه يعني حقيقة أنا مش عارف أقول إيه أنا بشوف اللي تحت اتجاه اتجاه الأعياد وبخلين بقى على عيد عيد مسحيين ورمضان وخلاص عادي جدا الناس اللي تحت عادي والأب واخد أولاده وامراته بيخرجوا عادي برضو راحين يزوروا حد من قريبهم عاملين غدوية حلوة فهيزوروهم عشان يتغدوا مع بعض والناس اللي في البيت يعني محبوسة بالعشرين وخمسة وعشرين يوم وعرف ناس صدقوني محبوسين في البيت بالعشرين وخمسة وعشرين يوم منهم بناتي محبوسينها أكثر من تلاتة وعشرين يوم في البيت تمام ما بينزلوش خالص خالص حقيقي مش هقول انها يعني انا يمكن اكون خايفة بزيادة عليهم تمام بس احنا لازم نخاف الموضوع سهل والموضوع مش صعب وهنعرف دلوقتي معانا هيكون معانا دكتور هنعرف ازاي الموضوع مش صعب بس ما نستهونش يعني هو مش صعب لكن ما نستهونش عشان لو استهوننا هنبقى زي البلاد التانية تمام في بلاد كتيرة دلوقتي لما استهونوا ونزلوا بقى واخدوا الحظر وكانوا مبسوطين بقى ما قبل الحظر وكانوا بزحمة والدنيا عادي احنا دلوقتي مع الحظر بالليل انا بلاحظ الصراحة ان الكورونا برضو قتلنا فائدة حلوة جدا عجبتني ايه هي جمعت الناس خالت الناس بتتصل ببعض بتقول لهم ازاي يوكوا عاملين ايه انتو انتو حشتيني اغبارك ايه الناس اللي ما كانتش بتسأل على بعض اساسا بقى تليفونات بيتطمنوا على بعض بقى فيه ود ومحبة وقرب دي صراحة من فوايد الكورونا اللي انا شفتها مؤخرا يعني دي او لا شكرا يا كورونا انت عملت معانا حاجة حلوة عرفت مين اللي بيحبك ومين اللي انت مش فارق معايا ما تموت يعني عادي ومين اللي بيحبك وهو انت فارق معايا جدا انه يتطمن عليك وتقولك انت عامل ايه اغبارك ايه وحشتيني دي كفاية جدا انا عن نفسي الكورونا غيرت في شخصيتي انا نفسي غيرت فيه ان انا من الناس اللي ما كنتش اممكن بتصل بناس كتير لا بيت بتصل بالناس لا بيت بتطمن برضو عن الناس لا لا يعني صاحبتي اللي كنت عارفها من زمان لا لازم اتطمن عليها واشوفها معامل ايه الكورونا غيرت فينا حاجات كتيرة اه جدت بضرر لبعض الشيء لكن غيرت في شخصيتنا غيرت ان يومنا العادي يا جماعة اللي كنا بنتعامل بيه زمان بنا نتمنيه بس أبسط حاجة يومنا العادي اللي هو لما شغل ومش شغل وهنروح الشغل ونجايين من الشغل وهتقابلي صاحبتك لأ معلش مش قادرة نزل النهاردة يا إيه مش هتنزلي لأ صباح رجلي بيوجعني النهاردة مش قادرة فكنا بنتعامل انه مش عايدين اعملناش مزاج هننزل نشوف يوم تاني دلوقتي متهيقلي لو اي حد بعد الكورونا يعني يلا ننزل يلا هنتلاقينا كلنا في الشارع كلنا في الشارع اعتقد انه هنروح البيت ده للضرورة القصوى بعد الحظر اللي حصل طيب انا كده هاخد لعلي فاصل صغير معاكم وهيكون معايا دكتور عاطف نوريدين استشاري طب الطوارئ وحالات الحارجة هنتكلم ازاي يا جماعة نتعامل مع الكورونا ومع نفسنا مع الكورونا احنا ازاي نتعامل معها نحب بعد ازاي احنا والكورونا عايزين نعرف نحب بعد ازاي لهي تضرنا ولا احنا نضرها فاصل وراجعين استنونا